ازايكم ما تلتة سنوين طريق حلمنا كان طويل علشان نوصل لكن خلاص هانت فات الكتير وفاضل وليل وإحنا خلاص في آخر النشوار بس الخطوات اللي فضلة هي اللي هتحدد هنوصل لحلمنا ولا لا علشان كده مطلوب مننا شوي التعب واكتهاد علشان ربنا يقدرنا ونقدر نوصل لحلمنا ان شاء الله ومهما كان التعب والمجهود والألم اللي همر بيه مش هيجي حاجة جنب لحظة الوصول اللحظة اللي هندمح فيها من فرح التحقيق الحلم بعد المقدمة دي حابب أعرفكم ان مهما كان مستواك في الأحياء مش عايزك تغلق من حاجة خالص هشرح لك المنهة كله درس درس بطريقة جزابة جدا ورسوم متحركة علشان ما تحسش بالملل وكمان علشان نسبت المعلومات على المدى البعيد وكمان بعد كل درس هيكون في حل من الكتب الخارجية وامتحانات شاملة على كل درس وعلى كل باب وعلى المنهة كله المؤمن انت تمشي معايا خطوة بخطوة وكل حاجة هتلاقيها مترتبة فيديوهات الشرح هتلاقيها عن اليوتيوب عادي خالص ولكن فيديوهات الشرح والحل والانتحانات والأسئلة والمنقشات كل ده هيكون في شكل كورس كامل وهيكون بمبلغ رمزي جدا تأديرا للمجهود اللي ما بزول فيه مش أكتر لو حابب تشترك هسيب لك الرقم تقدر تتواصل معه على التليجرام أول درس معنا هو الدعامة في الكائنات الحية والكائنات الحية على طول منهجنا هنقسمهم لنبات وإنسان فباكده أول حاجة هندرسها هي الدعامة في النبات وبعد كده هنروح للدعامة في الإنسان علشان نقدر نفهم الدعامة في النبات محتاجين نفهم مكونات النبات النبات قلنا عليه أنه هو كائن حي يعني كده بيتكون من مجموعة من الأنسجة كلمة نسيج يعني مجموعة من الخلايا بتكون موجودة مع بعضها والنسيج ده ممكن يكون نسيج بسيط يعني الخلايا كلها شبه بعضها في كل حاجة سواء كان الشكل أو الوظيفة زي مثلا خدنا قبل كده النسيج البرانشيمي والنسيج الكلانشيمي والنسيج الاسكرانشيمي وبرضه النسيج ده ممكن يكون نسيج مركب يعني بيكون فيه أكتر من نوع من الخلايا والتالي الخلاة دي بتختلف مع بعضها في شكلها وفوظفتها زي مثلا نسيج الخشب ونسيج اللحاء اللي بيكون فيه خلايا حية وخلايا ميتة يعني قلاصة الكلام ده لو أنا مساجت ورقة من نبات أفهم أن الورقة دي عبارة عن أنسجة زي نسيج البرانشيمي والكلانشيمي والخشب واللحاء الأنسجة دي فهمنا أن هي عبارة عن خلايا وأنا علشان أقدر أفهم الدعامة كويس في النبات محتاج أعرف تركيب الخلية النباتية الخلية النباتية بتحتوي من بره على جدار اسمه الجدار الخلوي علشان يقدر يحميها معه النبات ما عندهوش جلد زي الإنسان يحميه علشان كده عنده جدار الخلية النباتية وكل المكونات داخل الجدار الخلوي هنقول عليها اسم البروتوبلاست والبروتوبلاست بيشمل كل من الغشاء البلازمي وكل اللي جوه الغشاء البلازمي بيكون اسمه البروتوبلاسم أو الكتلة البروتوبلاسمية البروتوبلاسم بيشمل كل من السيتوبلاسم والنواة والسيتوبلاسم بيكون عبارة عن السيتوزول اللي هو المية اللي بيكون عاين فيها عضيات الخلية فيبع كده الخلية نباتية بتتكون من جدار بيكون محيط بالخلية من الخارج جوه الجدار بيكون فيه انغشاء البلازمي انغشاء البلازمي بيكون جوه البروتوبلازم اللي بينقسم الى النواع والسيتوبلازم والسيتوبلازم ده بيكون عبارة عن مية اسمها السيتوزول والمية دي بيكون فيها العضيات والعضيات اللي جوه الخلية زي مثلا الفجوة العصرية اللي بيتخزن جواه العصير الخلوي واللي هنعرفه بعد كده ومثلا الميتوكوندريا اللي بتنتج الطاقة ومثلا الريبوسومات اللي بتصنع البروتين وبرضه عندنا من ضمن الهديات المهمة هي البلاستيد الخضراء اللي بتعمل البناء الضوي وكذا اللي يهمنا في الدعامة في النبات هو الجدار الخلوي والفجوة العصرية لأن الدعامة في النبات بيكون في منها نوعين دعامة فيسولوجية ودعامة تركبية الدعامة الفسولوجية هي دعامة مؤقتة يعني بتروح وتينجي بتظهر وتختفي زي مرة لما نبص على النبات نلاقي دابلان هو كده ما عندوش دعامة فيسولوجية ولما نرويه بيرجع لطبيعته تاني فيبقى عنده دعامة فيسولوجية والسبب في الموضوع ده هو الفجوة العصرية اللي بتكون موجودة داخل الخلية النباتية لأن الفجوة العصرية بيكون جواها العصير الخلوي اللي هو عبارة عن مية والمية دي بيكون دايف فيها إما أملاح أو سكريات بنقول عليها الزائبات فلما بيزيد حجم العصير الخلوي جوه الفجوة العصرية بيزيد حجم الفجوة العصرية فبتبدأ أن هي تضغط على البروتوبلازم اللي بيضغط على أقدار الخلية فلما كل خلية تضغط على اللي جنبها واللي جنبها تضغط على اللي جنبها المسافات اللي ما بينهم بتقل فالورقة بدل ما تبقى دابلانة هتبدأ أن هي تشد نفسها وتبقى واقفة كده ومرارعة وبكده نقول أن البت ده اكتسب دعامة فيسولوجية إنما لو حصل العكس وهو إن المية بتخرج من الفجوة العصرية فبيقل لحجم العصير الخلوي اللي بيكون موجود داخل الفجوة العصرية فبتصغل حجم الفجوة العصرية وبيقل لضغطها على الجدار الخلوي فبتنكمش الخلية النباتية واللي جنبها بتنكمش واللي جنبها بتنكمش فتبدأ الوراء إن هي تتبن وبكده نقول على النبات ده إنه فقط الدعامة الفسولوجية علشان كده الدعامة الفسولوجية هي دعامة مؤقتة بتروح وتيجي بتظهر وتختفي وبتعتمد في طبعتها على حجم العصير الخلوي داخل الفجوة العصرية وباللاحظ كويس أو الدعامة الفسولوجية في بعض النباتات زي مثلا البيسلة والفول بزورها لما بنسيبها لفترة معينة في مكان جاف بتبدأ إن هي حجمها يتقلص بتبدأ إن هي تنكمش وحجمها يتقلص إنما لو إحنا حطينا عليها مية بتبدأ إن هي تشرب المية دي وتبدأ تنتفق والبزور بترجع لطبعتها تاني ونوضح فروج ودخول المية ده بيخلينا نروح لحاجة اسمها الخاصية الأسموزية لأن الخاصية الأسموزية هي عبارة عن مرور المية من خلال الأغشية اللي بتكون شبه منفزة زي مثلا الغشاء البلازمي اللي هو غشاء الخلية واللي هنفهم بعد كده إن الغشاء البلازم ده عبارة عن غشاء شبه منفز وهنعرف يعني كلمة شبه منفز ويعني كلمة منفز ويعني كلمة غير منفز فتبع الخاصية الأسموزية هي عبارة عن نرور المية من خلال الغشاء اللي هو شبه منفز زي الغشاة البلازمة كده بتاع الخنية النباتية من مكان بيكون فيه كمية مية كتيرة لمكان أو وسط بيكون فيه كمية مية قليلة وقلنا إن الخاصية الأسموزية هي خاصية مرور المية بس المية بس ونحط مية خط تحت كلمة المية يعني لما جا أقول لك انتقال الأملاح دايبا كده خاصية أسموزية هتقول لي طبعا الكلام ده غلط طيب لو قلت لك انتقال السكريات خاصية أسموزية برضو هتقول لي ده غلط لأن احنا قلنا إن الخاصية أسموزية هي انتقال الماء فقط يعني احنا دلوقتي لو معانا وسط الوسط ده فيه مية بكمية قليلة ووسط تاني بيكون فيه مية ولكن بكمية كبيرة وبيكون ما بين الوسطين دول غشاء شبه منفز المية هتبدأ إن هي تنتقل من الوسط اللي فيه مية كتيرة إلى الوسط اللي فيه مية قليلة والخاصية دي قلنا إن هي اسمها الخاصية أسموزية ودائما تركيز المياه بيكون عكس تركيز المواد اللي دايبة فيه بمعنى ان احنا لو معنا فجوة عصرية تركيز المياه فيها بيكون 50% يبقى كده المواد اللي دايبة فيه تركيزها هيكون باقي 100% اللي أمه هيكونه 50% التانية ولو فيه فجوة عصرية تانية تركيز المياه فيها هيكون 30% وبالتالي كده احنا بنقدر ان احنا نستنتج ان تركيز المواد اللي دايبة فيه المية هيكون بيساوي 70% طيب لو حطينا ما بينهم وشاء شيء في المنفذ إيه اللي هيحصل بتأثير الخاصية الأسموزية هتبدأ تنتقل المية من المكان اللي تركيزها فيه بيكون عالي وبالتالي بيكون تركيز الأملاح أليل للمكان اللي بيكون تركيز المية فيه أليل وبالتالي تركيز الأملاح فيه بيكون عالي وبكده بتنتقل المية من الوسط اللي تركيزه 50% إلى الوسط اللي المية تركيزها فيه 30% طيب نفس الفكرة لو جيت ولتلك ان فيه وسط تركيز الأملاح فيه 20% ووسط تاني تركيز الأملاح فيه 30% هل يطرى المية هتنتقل منين لفين ونخلي بالنا لأن السؤال ده بلغبطنا كتير ممكن أحل السؤال ده بطريقتين أول طريقة هو أني أحول التركيز ده للمية بمعنى أن الوسط اللي تركيز المحلول فيه 20% يبقى كده تركيز المية هيكون باقية المية في المية يعني كده هيكون تركيز المية فيه 80% والوسط الثاني اللي تركيز الأملح فيه 30% يبقى كده تركيز المية هيكون فيه الباقي اللي هم 70% وفي حالة دي المية تنتقل من 80% وتروح من 70% والطريقة الثانية اللي أنا ممكن أحل بيها هو أن أحل بشكل مباشر وإني أقول أن المية تنتقل من التركيز الأولي للأملاح إلى التركيز العالي للأملاح وبالتالي كده المية تنتقل من التركيز الأملاح فيه 20% إلى التركيز الأملاح فيه 30% ومن ضمن الأفكار الحلوة خالص اللي هتعبئنا هو أنه فيه حاجة اسمها الضغط الاسموزي الضغط الاسموزي هو الضغط اللي بيسبب انتقال المية يعني هو اللي بيسبب أصلا الفصية الاسموزية وإحنا قلنا أن الفصية الاسموزية هي عبارة عن مرور المية من وسط تركيز المية فيه عالي لوسط تركيز المية فيه ولين طيب إيه هو السبب أصلا اللي بيسبب انتقال المية ده هو الضغط الاسموزي فيبقى كده ضغط الاسموزي هو الضغط اصلا ان بيسبب انتقال المية من وسط تركيز المية فيه عالي الى وسط تركيز المية فيه قليل وبالتالي برضو ممكن نعكسها ونقول ان هو الضغط ان بيسبب انتقال المية من وسط تركيز الاملاح فيه قليل الى وسط تركيز الاملاح فيه عالي يعني المية عكس الاملاع باختصار احنا ممكن نقول ان الضفط الاسموزي هو اللي احنا ممكن نعمله ببقنا كده كأننا بنشفط مية او بنشفط هوا يعني الضفط الاسموزي هو ضفط الشفط الضفط اللي بنشفط به المية يعني احنا كده بنستنتج ان الضفط الاسموزي بيكون عكس تركيز المية فمثلا لو في فجوة عصرية تركيز المية فيها بيكون عالي يعني فيه مية كتير الضغط الاسموزي بتاعها اللي هو ضغط الشفط هيكون عامل ازاي اكيد هيكون قليل طيب لو في فجوة عسرية تانية كمية الماء اللي فيها قليلة في الحالة دي كده ضغط الشفط بتاعها اللي هو ضغط الاسموزي هيكون عالي فإبقى كده العلاقة عكسية ما بين كمية الماء وما بين ضغط الاسموزي كل ما بتزيد كمية المية بيقين لضفط الاسموزي انه هو بيقين لضفط الشفط وبرضه احنا قلنا ان المية عكس الاملاح وطالما المية عكس الاملاح يبقى كده العلاقة بتكون ترضية ما بين الضفط الاسموزي وتركيز الاملاح كل ما بيزيد تركيز الاملاح بيزيد ضغط الشفط فبيزيد الضغط الاسموزي ومن المصطلحات المهمة اللي احنا محتاجين نفهمها هو مصطلح تركيز المحلول لما اجا اقولك مثلا تركيز المحلول ده 20% طيب هل يطرد كده هو فيه موية 20% وانه فيه املاح او سكريات او اي مواد دايبة في الموية بنسبة 20% طبيعي طبعا اول ما اقولك ان تركيز المحلول ده 20% هنستنتج كده ان تركيز المواد اللي دايبة في الموية هي 20% طيب لما اقولك احنا معانا فجوة عصرية تركيز المحلول اللي فيها 20% وفجوة عصرية تانية تركيز المحلول اللي فيها 40% الفجوة العصرية اللي تركيز المحلول فيها 20% هيكون ضغطها اكبر ولا الفجوة العصرية اللي تركيزها 40% طالما احنا قلنا ان تركيز وسكتنا يبقى كده احنا بنتكلم عن تركيز المواد اللي دايبة في الموية سواء كانت الاملاح او السكريات او غيرها واحنا قلنا ان العلاقة ترضية ما بين الضغط الاسموزي وتركيز المواد اللي دايبة فيه فبقى كده المحلول او العصير الخلوي اللي تركيزه 40% ضغط الاسموزي هيكون اكبر من اللي تركيزه 20% وكده المياه هتنتقل من اللي تركيزه 20% الى المحلول اللي تركيزه 40% بفعل القصية الاسموزية اللي بيسببه الضغط الاسموزي انه هو ضغط الشفط وضغط الشفط في الخلية او الفجوة العصرية اللي فيها 40% هيكون أعلى من ضغط الشفط اللي هو الضغط الاسموزي اللي في الخلية لتركزها والفجوة العصرية لتركزها 20% ولو احنا محتاجين نتأكد من أجابتنا هنبدأ ان احنا نحول النسب دي بمعنى ان الفجوة العصرية اللي تركزها 20% معنى كده ان هيكون فيها مية 80% والفجوة العصرية لتركزها 40% معنى كده ان فيها مية 60% طيب المية تنتقل منين لفين؟ طبعا المية تنتقل من اللي تركزها 80% الى اللي تركزها 60% برضو من ضمن الافكار المهمة معنى هي فكرة ضغط الامتلاء محتاجين نفهم هو ايه اصلا ضغط الامتلاء وازاي بيأثر على الضغط الاسموزي ضغط الامتلاء هو الضغط اللي بتسببه الفجوة العصرية نتيجة امتلاءها يعني كده الفجوة العصرية لما بتبتد ان هي تمتلي بالمية بتبدأ ان هي تضغط على البروتو بلازم اللي بيضغط بعد كده على جدار الخلية فبنقول على الضغط ده اسمه ضغط الامتلاء طيب اين علاقة ما بين ضغط الامتلاء والضغط الاسموزي؟ دلوقتي لو حطيت ضغط الامتلاء على المنحنة الافكي والضغط الاسموزي على المنحنة الراسي احنا بنفهم المنحنة ازاي دايما اللي بيكون موجود على المنحنة الافقي بيأثر على اللي بيكون موجود على المنحنة الراس فدلوقتي تعالى نعرف هل يطرق العلاقة تكون ترضية ولا عكسي في الاول كده احنا معانا على المنحنة الافقي ضغط الامتلاء طيب ايه يحصل لما بيزيد ضغط الامتلاء لما بيزيد ضغط الامتلاء معناه كده ان الخلية بتمتلي بالمية وطالما الخلية عملة تتميلي بالمية يبقى كده الشفت بتاعها هيبدأ ان هو يقل وبالتالي هيقل الضغط الاسموزي في الحالة دي كده تبقى العلاقة عكسية لكن لو احنا حطينا الضغط الاسموزي هو اللي على المنحنة الأفكي وضغط الامتلاء هو اللي على المنحنة الرأسي في الحالة دي احنا هنبتدي نشوف الضغط الاسموزي لما بيزيد الضغط الاسموزي هيكون تأثيره عامل ازاي على ضغط الامتلاء مع زيادة الضغط الاسموزي يعني كده الخلية بيزيد شفطها وبالتالي طبعا ما بيزيد شفطها هيزيد كمية المية اللي جواها فالخلية لما بتشفط مية كتير وتضغط على الخلايا اللي حواليها وبالتالي كده لما بيزيد الضغط الاسموزي هيزيد ضغط الامتناء فتبقى كده العلاقة ترضية ما بين الضغط الاسموزي وضغط الامتناء بس بشرط ان احنا نحط الضغط الاسموزي في منحلة الأفق بعد ما خلصنا معظم أفكار الدعامة الفسولوجية نبدأ بعد كده نشرح الدعامة التركبية الدعامة التركبية هي عبارة عن دعامة دائمة يعني بتكون مجهودة بشكل دائم وده طبعا على عكس الدعامة الفسولوجية اللي بتكون نوقعة اللي هي بتروح وتيجي والدعامة التركبية بتعتمد على جدار الخلية النباتية بس قبل ما نبدأ في دراسة الدعامة التركبية احنا محتاجين نفهم أنسجة النبات وإحنا قلنا بعد كده أن النبات هو عبارة عن مجموعة من الأنسجة الأنسجة دي بيكون في منع نوعين من الأنسجة أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة الأنسجة البسيطة يعني الخلاة اللي فيها بتكون كلها نوع واحد يعني شابع بعضها في الشكل والوظيفة زي عندنا مثلا النسيج البرانشيمي والنسيج الكولانشيمي والنسيج الاسكولارانشيمي النسيج البرانشيمي هو نسيج بسيط الخلايا اللي فيه بتكون مدورة أو برميلية الشكل وجدار الخلية البرانشيمية بيتكون بشكل أساسي من مادة السيرولوز ومادة السيرولوز دي بتكون منفزة للمية يعني المية بتقدر أنها تدخل وبتخرج وبيكون فيه مسافات بينية ما بين الخلايا وما بين بعضها وطالما المية بتقدر أنها تخرج وتدخل يبقى إحنا كده بناستنتج أن النسيج البرانشيمي ده نسيج الخلايا بتكون حية تاني نسيج معنا هو نسيج البرانشيمي ونسيج البرانشيمي هو زيه زي نسيج البرانشيمي عادي خلايا برميلية أو مدورة الجدار بتاعها بيتكون برضو بشكل أساسي من مادة السيرولوز وطبعا مادة السيرولوز بتكون منفزة للمية لأن معنا كده بنستنتج أن النسيج البرانشيمي خلايا بتكون حية بس المميز في النسيج البرانشيمي هو أن المسافات البينية اللي بتكون موجودة ما بين الخلايا وبعضها بتتغلص بمادة السليلوس علشان كده النسيج الكلانشيمي بيكون اقوى من النسيج البرانشيمي لانه فيه كمية سليلوس كتيرة مترصبة في المسافات البيانية ما بين الخلايا وبعضها ودور النسيج الكلانشيمي هو انه بيدي النبات المرونة والدعامة اللازمة نيجي بعد كده للنوع الثالث وهو النسيج الاسكالرانشيمي والنسيج الاسكالرانشيمي هو زيه زي النسيج الكلانشيمي ولكن اللي بيميزه هو انه على الجدار الخلية من الداخل بتترصب مادة اسمها اللجنين مادة اللجنين الغير منفذة للمية يعني احنا كده بنستنتج من النسيج الإسكالورانشيمي هو عبارة عن خلاية نباتية عادي خانس المسافات البينية من برة بتكون مترصب فيها مادة السيلولوس ولكن من جوة يعني على الجانب الداخلي لجدار الخلية بيكون في مادة صلبة غير منفذة بالمية اسمها مادة اللجنين وطالما غير منفذة للمية يعني معنى كده انه مفيش مية لا بتدخل ولا بتخرج وطالما ما فيش مية بتدخل ولا بتخرج يبقى كده خلايا النسيج الإسكالورانشيمي هي خلايا غير حية انما النسيج الإسكالورانشيمي وبولكولانشيمي ما عندهوش لجنين يعني معنى كده ان المية بتقدر ان هي تدخل وتخرج وبالتالي كده بنستنتج ان خلاياهم بتكون حية النسيج الاسكرانشيمي بيكون النسيج صلب وقوي أقوى من النسيج الكلانشيمي وطبعا بسبب وجود مادة اللجنين اللي بتكون صلبة يعني كده الفرق ما بين الثلاثة أنسيجة دول هو جدار الخلية جدار الخلية في النسيج الكلانشيمي فيه كمية قليلة من مادة السلولوز إنما جدار النسيج الكلانشيمي بيكون فيه كمية كبيرة متغلزة في المسافات البينية ما بين الخلية وبعضها إنما جدار الخلية في النسيج البرانشيمي بيكون فيه كمية كبيرة من السلولوز وكمان منضيف عليه كمية من اللجنين بتكون موجودة على الجانب الداخلي فاحنا اللي يهمنا في الدعامة التركبية هو المواد اللي بتترصب على جدار الخلية النباتية فايبقى كده معنا نسيج البرانشيمي الخلايا عندها دعامة في السلوجية ودعامة في السلوجية لإنه خلايا بتكون حية وطالما حية يعني كده بيكون في فجوة عصرية وبالتاني بيقدر ان هو يكتسب المية ويفكتها تاني يعني كده نسيج البرانشيمي عنده دعامة فيسولوجية ولكن بمشي بيكون عنده دعامة تركبية لانه عنده كمية قليلة من السلولوس بس والنسيج الكلانشيمي هو نسيج عنده دعامة فيسولوجية ودعامة تركبية فيسولوجية لان الخلايا بتكون حية وطالما حية فيها فجوة عصرية بيقدر ان هي تمتص المية وتفكتها تاني يعني كده عنده دعامة فيسولوجية وكمان بيكون عنده دعامة تركبية بسبب انه بيكون فيه كمية من مادة السلولوز اللي بتكون مترصبة على الجدار من الخارج في المسافات البيانية والنسيجرس كارونشيمي مش بيكون عنده دعامة فيسولوجية لانه خلايا بتكون غير حية يعني مش بيقدر انه يكتسب الموية ولا يفكتها تاني ولكن بيكون عنده دعامة تركبية بسبب بود السلولوز من الخارج وبسبب بود الليجنين من الداخل ويبقى كده من أمثلة الدعمة التركبية النسيج الكوليشيمي والنسيج الاسكوليشيمي ولو نرجع كده لسنة ثانية أثناء دراستها في تركيب الوراء أو تشريح الوراء نحيزنا أن الوراء بتتكون من عدة أنسجة من ضمنها نسيج البشرة اللي بتكون فوق فبنقول عليها البشرة العرية ونسيج البشرة السفلية اللي هي البشرة اللي بتكون موجودة في أسفل الوراء البشرة دي بتترصب عليها مادة اسمها مادة الكيتين اللي بتكون غير منفذة للميا ويبقى ده كده المسال التاني معانا من أمثلة الدعمة التركبية في النبات اللي هي مادة الكيتين اللي بتترصب على طبقة البشرة سواء كانت العرية أو السفلة وبرضون أمثلة الدعمة التركبية عندنا النباتات اللي بتكون خشبية زي مثلا الأشجار البرتقال والأشجار المعمرة سيقان النبتات دي بن mechanisms عليها السيقان الخشبية الشبابية. السيكون دي بتحيط لفسها بطبع من خلايا اسمها خلايا فلينية والخلايا الفلينية دي بيكون مترصف فيها من الداخل مادة اسمها مادة السيوبرين وبرضه الخلايا الفلينية دي هي بتكون خلايا غير حية بسبب ترسيب مادة السيوبرين الى غير منفذة للمية وبالتالي كده احنا بنستنتج ان الخلايا الفلينية هي خلايا مش بيقدر ان هي تكتسب دعامة فسولوجية ولكن بتتميز بان بيكون عندها ضعامة تركيبية بسبب مبود مادة السيورين الصنبة وبعد ما فهمنا بشكل عام ضعامة تركيبية علي نعمل مقرنا بين الضعامة الفسニوليجية والضعامة التركيبية في ضعامة الفسانتجيجية فهمنا ان هي بتعتمد على خاصية الاسموزية لانها طبعا عبارة عن دخول ميا وخروج ميا وطالما خاصية اسموزية ودخول ميا وخروج ميا يبقى كده بتعتمد على الفدوى العصرية اللي بتكون مبودة داخل الخالية النباتية على عكس طبعا الدعامة التركبية اللي بتعتمد على ترصيب المواد الصوبة زي مثلا السيلولوس والليجنين والكيوتين والسيوبرين وطبعا المواد دي بتترصب على جدار الخلية سواء كان من الداخل زي الليجنين والسيوبرين ومن الخارج زي السيلولوس الدعامة الفيسولوجية عرفنا ان هي دعامة مؤقتة لانها بتعتمد على امتلاق المية ولما النبات بيفقد المية دي بتزول الدعامة الفيسولوجية إنما الدعامة التركبية هي دعامة دائمة لأنها طبعا بتعتمد على ترصيب مواد صلبة بتكون موجودة على جدار الخلية سواء إن كانت السيلولوز أو الليجنين أو الكيوتين أو السيوبرين زي ما قلنا فإحنا كده معنا أربع مواد بتترصب على جدار الخلية النباتية بتديها الدعامة ونقول على الدعامة دي اسمها الدعامة التركبية أول مادة معنا هي مادة السيلولوز مادة السيلولوز دي بتترصب في المسافات البينية في النسيج الكولانشيمي وبتديره القوة والمرونة وبرضو بتترصب في النسيج الاسكرانشيمي والمادة التانية معنا هي مادة الليجنين اللي بتترصب على الجدار الداخلي للنسيج الاسكرانشيمي وبتديره القوة والصلابة ودي مادة بتكون غير منفزة للمية والمادة التالتة معنا هي مادة الكيوتين ودي بتترصب على سطح الخلية البشرة سواء كانت البشرة العليا أو البشرة السفلية والمضة الرابعة معنا هي مادة السيوبرين ودي بتترسب على الجدار من الداخل للخلايا الفلينية وبرضو بتكون غير منفزة للمية ووظفتها هي إنها بتمنع نفاز المية من الخلايا وبالنسبة لموضوع نفزية إحنا معنا ثلاث حالات للنفزية الحالة الأولى هي إن لما يكون الغشاء أو الجدار منفز بشكل كامل والحالة دي بنلاحظها لما بنشوف جدار الخلية النباتية بيتكون بشكل أساسي من مادة السرلوز والجدار ده بيكون مسقب يعني بيكون فيه فتحات وبالتالي بيسمح بمرور المواد من داخل الخلية لخارجها والعكس صحيح يعني كده جدار الخلية النباتية لما بيتكون بشكل أساسي من مادة السرلوز حالته الطبيعية هو إنه بيكون منفز يعني بيسمح بمرور المواد ودي الحالة الأولى ينفز طبعاً للمية ومنفز للأملاع ومنفز البروتنات وغيرها من المواد لكن الجدار ده لما بيترصب عليه مادة زي مثلاً مادة الليجنين أو مادة الكيوتين أو مادة السيوبرين أي مادة من الثلاث مواد دول بتكون غير منفزة وفي الحالة دي بتقول على الجدار ده إنه جدار غير منفز غير منفز لأي حاجة سواء كان أملاح أو مية أو أي عناصر ودي الحالة التانية إنما الحالة التالتة هي حالة غشاء الخلية غشاء الخلية بيتميز بخاصية اسمها النفذية الإختيارية لأنه بيكون شب موفز بمعنى إنه بيعد مواد ومواد تانية مش بيعديها وده بيكون على حسب حاجة الخلية يعني الخلية لو محتاجة مية بيعدلها مية ولو محتاجة مثلاً أملاح بيعدلها أملاع إنما لو مش محتاجة أملاع مش بيعدلها أملاع وبالتالي الحالة دي اسمها النفذية الإختارية واللي بيتميز بيها عشاية الخلية لأنه بيكون شب موفز يعني باقتصار بيكون بين البنين بيسمح بمرور مواد ومواد تانية مش بيسمح بمرورها اشتركوا في القناة